صباح الخير يا شمانتسين. معكم الدكتور شريف صلاح. النهاردة اليوم التاني للتدريب. ان شاء الله هنكمل النقطة الخاصة بالمحاضرة التانية. زي ما احنا شايفين قدامنا او اللي احنا اتفقنا هنمشي عليه او ايه هي اللي احنا هندرسها في كل محاضرة. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على وهنتكلم على وبعض الاوامر المتعلقة بها بالتفصيل. هناخد بعض الاوامر زي وبعض التول زي هناخد زي اقدر اختار الالوان بطريقة مصبوطة بحيس انها ما تعمليش مشكلة في الطباعة زي ما قلنا المرة اللي فاتت. هناخد حاجة مهمة جدا اسمها. آآ وكل دول في الاخر هيخدموني جدا في ان انا اقدر من خلال كل الاوامر سواء الخاصة بالمحاضرة الاولى او التانية ان انا اعمل للوجو هنتكلم على بعض في اخر المحاضرة على بعض التصميمات للوجو ونشوف ازاي من خلال الاوامر اللي فاتت دي كلها انا ممكن اصمم لوكو. طيب. آآ خلينا نبتدي باوامر احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على اول بكل التفاصيل بتاعتها اللي هي الماركي طول. ماركي طول. وقلنا بتاعها ام. النهاردة بقى هنبتدي نكمل آآ انواع التانية المختلفة زي مسلا آآ اللاسو طول. طيب اللاسو طول طبعا هي مكانها في في التول بار. حقائمة التولز. وآآ الشورتكات بتاعها اقل. طيب انا هفتح آآ صورة. قلتكم الصورة دي. طبعا كل الماتيريالز دي انا هشاركها معاكم. هعمل للصورة بالشكل ده. كل ده انا دايس على الكلك. وهسيب بتاعت الماوس عشان يعملي اوبن للبيكتشر هاني. طيب لو حبيت افتح صورة تانية قلنا ان انا برضو ممكن اعمل بالصورة. بس المرة دي مش هسيبها في نفس المكان اللي فيه الصورة الاولى. هطلع فوق خالص في التاب. بار. لحد ما نزهر لي اعلامة وفي اللحزة دي هسيب الكلك الماوس عشان يفتح لي فايل تاني. طيب خلينا نتكلم آآ هنا على اللاسو طول. عندي تلات انواع من اللاسو طول. طبعا كلهم آآ كل واحدة لها استخدام. تعال نشوف مع بعض اول واحدة خالص اللي هي اللاسو طول. طيب اول واحدة خالص اللاسو طول. بقدر من خلالها ان انا اعمل على اي جزئية على الصورة. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بس التعليم بتاعي وانا بعمل بيتحرك ايه? على حسب حركتك بالماوس. فدي اول نوع من اللاسو طول. اكي? انا هتحرك بالماوس. هلاقي فيه سليكشن يتكون عندي. تمام? طيب. نفس الكلام اللي قلناه في في الماركي تول. هتلاقي برضو ان انت ممكن تعمل يعني ممكن ارسم تاني ويضيفهم على بعض. ممكن اعمل سبتراكت فوم سليكشن. وابتدي اشيل السليكشن. آآ جزء من السليكشن. ممكن اعمل ممكن اعمل الفاذر اللي اتكلمنا عليه في المحاضرة اللي فاتت. كل الكلام ده ممكن بيتم على كل ادوات السليكشن. اكي? طيب. نفترض مسلا. طبعا احنا قلنا عشان نلغي السليكشن. قلنا هنا عندي فيه مجموعة هوامر. آآ بيعمل سليكت الكل اللي على الشاشة دي سليكت بيلغي السليكشن. انا بيعكس الايه السليكشن. تمام? فاحنا بنبدي نشوف احنا هنستخدم اي نوع من الانواع آآ سليكشن دي. طب انا عايز الغي السليكشن فبدو سدي سليكت او كونترول دي عشان يلغو. طيب. لو انا دلوقتي عايز اختار اعلامة اللي موجودة قدامي. تمام? طبعا عشان اختارها باللاسو طول الموضوع هنا النوع الاول منها هيبقى صعب شوية. فعندي نوع تاني من اللاسو طول اسمه لاسو طول. لاسو طول. بقدر من خلالها اختار عن طريق يعني بيعو درسم بتاعي زي ما احنا شايفين كده بادوس بالماوس. فبيرسم لي ايه? خطوط مستقيمة. بالشكل ده. انا هبتدي اعمل سلاكت وعند نقطة البداية لما ارجع لها تاني هلاقي في علامة دايرة صغيرة تحت الايكون معناها ان انا كده هقفل السلاكشن او هعمل دي. زي ما انتم شايفين كده انا اخترت علامة داية. تمام? طيب لو انا عايز اخد منها اتفقنا عشان اعمل مفيش امر في لكن ممكن من خلال بادوس على زرار وحركش الرسمة بتاعتي هلاقي ايه? ان الرسمة تحركت. اللحظة دي هدوس كنترول تي. وده تكلمنا عليه المحاضرة اللي فاتت اللي هو اسمه وقالت بدوس زرار عشان اكبر او اصغر. او ممكن من فوق خالص اه اثبت الايه بتاع الصورة. وابتدي اصغرها. شكل ده. وابتدي ان انا اركبها على الايه? مسلا على الوجهة اللي موجودة عندي هنا. وادوس كنترول دي عشان الغي بتاعي. يبقى انا هنا عملت مجموعة من الاوامر. عملت وعملت وعملت بحيس ان انا حركتها وحطتها على الوجهة دي. نفس اعلامة الاسطاب. اه خدتها وحطتها على الوجهة بتاعت المابلة. اه فده اه النوع التاني من اللاسو تو. النوع التاني. النوع التالت بقى الماجنيتك لاسو تو. طبعا انت عشان تفتح القايمة دي بتفضل دايس بالماوس عشان يبتدي يظهر لك المجموعة الاوامر المختلفة. زي بالزبط في الماركي هنا. ما بفضل دايس على الماركي. وهو ابتدي اختار اللي واعايز ارسم على شكل كل الكلام. طبعا نرجع لموضوعنا الماجنيتك لاسو طول. الماجنيتك لاسو طول اه اوتوماتيك هي بطلقة الفرق خط الفرق بين اللونين. يعني هنا فيه لون مواضح. مسلا الاحمر والازرق او الابيض والازرق وهكذا. فانا ممكن اعمل الكلام ده مسلا انا عايز امسك الاحمر والابيض. الخط الفاصل بين الاحمر والابيض. فانا ممكن ادوس كلاك انا مسلا. وكل اللي بعمله اني بتحرك بالماوس وهو اوتوماتيك بيعم للبوينس. الواحد. بس يفضل عند كل تغير في الخط. في زاوية الخط. يعني انا دلوقتي كده في زاوية. او ميدا يس في الكورنر بتاع الشكل. كليك. بتحرك بالماوس انا دلوقتي ما بدس اي كليك. لحد ماوصل للكورنر هدو اس كليك. تحرك بالماوس. انا كل ده ما بتدس. هو الماجنيت شغال معي الواحد. بعدين في الكورنر هدوس كليك. هدوس كليك. تحرك BTS. هدوس كليك. طب افرد وانا عشان غاية كده غلط. عندي ضرار على بيرجع خطوة الورقة. هعود امشي امشي بغاية ما يلقف معايا مضبوط. بالشكل ده. وادوس عند التغير ده. غلط بدوس. وارجع تاني امشي بالماوس. وهو بيشتغل معايا يرسم البوينت لحد ما قافل الشكل بتاعي. كده انا عملت على الجزء الايه? وده الماجنت اه طبعا زي ما احنا قلنا بيلقط الايه? خط الفارق بين لونين. فده برضو ممكن اختار بيه. لو عندي مسلا عربية ووراها ومعقدة شوية ممكن او ممكن اختارها بالماجنتيك هو بيلقط الكرفات بيلقط بس طبعا ايه بياخد وقت شوية? اه فطبعا فالحالة اللي قدامي دي اسرع حاجة كنت اعملها عشان اخد من العلامة في الطول زي كلها هي وادق حاجة. طيب. كده احنا خلصنا اه الطول اللي اسمها ايه? طيب. حنلغي سليكشن بكونترول دي. وهخش على الصورة دي. طيب. انا دلوقتي هنا عندي وعندي اه فلاور. وانا عايز اعمل سليكت للفلاور دي. هل في اي طول من التولز اللي احنا اخدناها في سليكشن? اقدر اعمل بيها الكلام ده? طبعا لا. مش عارف اختار الفلاور. ولا باللاسو الموضوع هينفع بس هيكون معقد وصعب وياخد وقت طويل جدا. ففيه طول تانية من مهمة. واحنا كمعماريين بنستخدمها كتير. وهنستخدمها ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية لما نيجي نطبق على اه ازهار المسكة الافقي المعمالي او الوجهات. في المحاضرة اللي بعتها. آآ تعالوا نشوف هي عبارة عن ايه? اول حاجة خالص عندي طبعا الخسار بتاعها دابليو. جوه آآ الماجيك ووند هتلاقي هنا في ماجيك ووند وفي حاجة اسمها تول. تعالوا نتكلم الاول على الماجيك ووند. مجرد ما تختار الماجيك ووند هتلاقي طبعا هنا آآ نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده في طريقة السليكشن سواء نيو سليكشن اد آآ سبتراكت from سليكشن او انترسكتو السليكشن. طيب آآ الماجيك ووند هي عبارة عن ايه? انت مجرد ما بتدوس على اي منطقة في الصورة هتلاقي بيعملك اختيار لمساحة معينة. لو دست هنا هيختار لك هنا وهكذا. طيب. لو انا عايز اختار مساحة اكبر من الالوان لنفس اللي بدوس عليها فيه هنا حاجة عندي اسمها التولرانس. لو رقم تمانية ده انا خليته مثلا تلاتة وتلاتين. ودست في نفس المكان هنا هلاقيه اختار مساحة اكبر من زودت الرقم ده مسلا ستة وستين. اختار مساحة اكبر. تمام? فانا ممكن عن طريق ان انا ابتدي اختار واعد اضيف بقى. اعلي بتاعي المدى بتاع الكالرز. وابتدي اختار الايه? الشكل بتاعي بالطريقة دي. طبعا الموضوع هنا في حالة الصورة دي ان انا اختار بالماجيك ووند. هاعد ادوس كليك كتير قوي. فالموضوع ايه? كان صعب شوية. فالماجيك ووند تنفع امسا? لما تكون اا الباكراوند كلها وان كالر. مجرد ما دوس كليك واحدة هيقرأ كل تون الكالر ده او يعمل له مرة واحدة. لكن لما تكون الباكراوند بتاعتي فيها درجات مختلفة من الالوان. ففي الحالة دي هدوس كنترول دي. بشتغل بالطول اللي ايه التانية. اللي اسمها ايه? كويك سلاكشن تول. تمام? طيب كويك سلاكشن تول هدوس هنا وقع على نيو سلاكشن. كل اللي بعمله ان انا بدوس من الماوس وبفضل دايس. واحرك الماوس حوالين مسلا الصورة بتاعتي لحد ما هيلقط كل على طول مرة واحدة. ودي اسرع كتير من في حالة اللي ايه? اللي فيها اكتر من كالر. تمام? لكن لو هي فيها وان كالر هيبقى مين اسرع الماجيك واند. اكي? طيب. انا دلوقتي مختار بباكراوند. لو جيت اعمل موف طبعا لو عانت موف كده يعمل لك كات. تمام? دست الت بيعمل ايه? كابي. طيب انا دلوقتي انا مختار البيكراوند. انا عايز اختار الفلاور دي. افترض ان انا عايز احط كابي من الفلاور دي. واحطها في الجزئية دي. بنسخة اه مساحة اصغر او اغير في بتاعها. عشان اعكس السلاكشن قلنا ده حاجة اسمها في سلاكت ايميرس. وادوس عشان اعمل كابي. وكنترول تي. عشان اصغر الصورة دي. وقلنا ممكن اعلم هنا افضل دايس على شفت. واصغرها. واحركها كيني. صغرها شوية كمان. وحطها هنا مسلا. خلصت الكلام بتاعي بدوس على علامة الفانش في الابشن. بار اللي موجودة فوق. او انتر على الكيبورد. عشان نلغي السلاكشن قلنا بندوس كنترول دي. كده انا خدت نسخة من الفلاور دي. بسكيل مختلف. وحطتها عن طريق السلاكشن. وعن طريق الموف وترانسفورم او طيب احنا كده خلصنا اا الانواع المختلفة من الايه? من السلاكشن. تمام? طيب. في بعض الاوامر في قائمة سلاكت هنا. اا هنتكلم عليها. اا وهنستخدمها في تصميم اللوجو في اخر. اوكي? اا تعالوا نشوف مسلا انا عندي هنا فيه في السلاكت. اا احنا ما قلناش ايه هو ري سلاكت. اا لو انت دست هنا في سلاكت على ري سلاكت. بيجيب لك اخر كان موجود. يبقى ري سلاكت. بيجيب لك ايه? اخر سلاكشن كنت انت مختاره. يعني بنا ندوس كنترول دي ولغيته. عايز اجيبه تاني. بدل معه ده اعمل عليه تاني الموضوع بيبقى صعب. فبقول له من فضلك ايه? ري سلاكت او شفت كنترول دي. اكي? طيب. تعالوا نشوف كده. لو انا عامل على شكل سيركل. تمام? تعال نعمل ورقة فاضية ايه فور مسلا صغيرة او مش مشكلة خمسين سعبعين اوكي? تمام? لو انا عامل سيليكشن. بالشكل ده او حتى لو مربع. يعني مربع مصر. عامل سيليكشن او. تمام? هتلاقي عندك بعد ما بتعمل سيليكشن هي عندك في قائمة سيليكت حاجة اسمها موديفاي. سيليكت ايه? موديفاي. جوا موديفاي بقى انا ممكن اعدل على بتاعي بعد ما عملته. اول حاجة عندي خالص في اسمها بوردر. يعني ايه بوردر? الاول بحدد عدد البيكسل. خلينا نقول انها اربعة وربعين بيكسل مسلا. وادوس اوكي. ايه اللي حصل لما عملت بوردر? عمال لي. تمام? لسيليكشن الاساسي. وافطار هولي ايه? بالشكل اللي احنا شايفينه ده. افست بكم بيكسل? انا حددتها اربعة وربعين بيكسل. تمام? يبقى بيعمل افسط للسيليكشن. وبالتالي مسلا ممكن بالفرشة ابتدي ارون الايه? السيليكشن دوت. فكايني عملت اطار. تمام? طيب. بس للاسف الاطار دوت بيبقى حواليه شوية. يعني هتلاقي حوالين بتاعك برغم ان انا ما عملتش هنا هتلاقي اللون مختفي شوية. فدي ما بتكونش افضل طريقة العمل الاطار. فيه طريقة تانية. ايه? هنقولها بعد ما نخلص الايه? طيب. نرجع تاني اندو. يبقى اول واحد في السيليكت موديفاي. البوردر عارفنا بيعمل ايه? طيب. الاسموز. الاسموز سيليكشن ده بستخدمه اكتر لما يكون بعمل الماجيك واند. يعني لو انا مسلا عامل اه بالماجيك واند سيليكشن. السيليكشن ساعة بيجي لك مكسر شوية. خلينا نخلي دي مسلا. اتنين وعشرين. يعني لو الخطوط هنا مكسرة شوية الخاصة بالسيليكشن. وانا عايز اخلي الحاليات دي ايه? شوية. اعدل في بتاع ايه? الخطوط نفسها ما تبقاش مكسرة قوي زي الجزئية دي بالزات. عايزها تبقى شوية. فممكن اقول له ايه? بابتدي اشوف انا عايز اعمل بقيمة ايه? من عدد البيكسلز اللي هنا. اقول له اوكي. شايفين ابتدى يقل. طبعا اتنين وعشرين بالنسبة للمساحة دي كبير شوية. بس هتلاقي السيليكشن بقى ايه? كله سموس. اه يعني كنا ممكن نختار شوية رقم اقل شوية في السموس بالنسبة للمساحة دي ولياكم مسلا خمسة. عشان ما يغير ليش قوي في الايه? في شكل السيليكشن. يفضل زي ما هو بس يعمل بتاع السيليكشن. فده اللي هو الايه? طيب. نرجع هنا ديني. هتلاقي عندك في سيليكت موديفاي. بي حاجة اسمها اكسباند. لو ان حبيت اكبر السيليكشن ده شوية لبرا. او اقلله شوية لجوه. يبقى اكسباند بيكبر السيليكشن. ويقلل السيليكشن. فبدوس هنا على اكسباند واحدد عدد البيكسل. هتلاقي لنا المربع بتاعك بتعمله افسد نفسه هو البرا وكبر. العكس اسمه كونتراكت. بقدر من خلاله اصغر السيليكشن وادوس اوكي. فهتلاقيه صغر ليه? لجوه. هذا الفرق بين آآ كونتراكت واكسباند. هنينا نكبر شوية. نشوف اكتر. شايفين الشكل. طيب. اه لو انا كنت عامل سيليكشن. وعايز اعمل فيزر ده. طبعا احنا اخدنا وانا برسم السيليكشن ممكن احدد الفيزر. طب افرد ده انا كنت خلاص رسمت السيليكشن. وعايز اعمل الفيزر. هل لازم اعمل وعيد السيليكشن تاني? مش لازم. ما خش من هنا على واقول له من فضلك السيليكشن اللي قدامك ده. اعمل له وحدد طيمة الفيزر تلاتة والتلاتين من سنة. هتلاقيه شايفين الاركام بقى اتفلد. احنا اتفقنا انه ده معناه انه ايه? ان السيليكشن اللي انا مختاره ده. هيعمل له لان الصورة هتبقى ايه? الاطراف بتاعتها اه هتبقى ايه? شوية. مش هتبقى شارب زي ما شرحنا في المحاضرة اللي فات. يعمل عشان تعرف ان هو عمله بيعمل دوران كده في زي ما احنا شايفين. وبيبتدي طبعا بقى المسح بتاعي زي ما احنا اتفقنا. اه لو حبينا نجربه مسلا على الصورة دي. اه انا رسمته وهو يعني هنا زيره. هخش على هنا هقول له خلينا نختاره على الاطراف الصورة بالشكلة. هقول له وخلي دي خمسة وخمسين مسلا. شايفين? هقول له عشان امسح الاطراف مش من اه جوه الصورة من الجزء الخارجي دوت. وادوس ديليت على الكيبورد وادوس اوكي. وادوس ديليت واوكي ديليت واوكي. بالشكل ده لحد ما هتلاقي الاطراف بتاعت الصورة بقت زي ما احنا شايفين هو ده الفاترين. طيب. يبقى احنا كده في المحاضرة بتاعتنا اتكلمنا على كلها خلصناها. ابتدينا فيها المحاضرة اللي فاتت والنهاردة كده خلصنا. تعالوا كده هنتكلم بقى على اوامر احنا اخدنا المرة اللي فاتت. الموجود في قائمة. تعالوا كده احنا هنضيف نفس الصورة اللي كنا كلمنا عليها مرة اللي فاتت كانت الصورة دي. احنا اتفقنا ان اي صورة انا بضيفه على الملف عندي اوتوماتيك هو بيدخلني في امر ايه? طيب لانا دست فنش. بسبت الصورة دي. تمام? هتخش هنا في قائمة هتلاقي بقى مش تشارح المرة اللي فاتت. لا هتلاقي هنا في امر وجوه في مجموعة من الايه? من الابشنز. تمام? طيب. الابشن سكيل وروتيت دول. وكل الابشنز اللي تحت دي سواء كان او مية وتمانين درجة او تسعين مع الساعة او كاونتر كلاك وايز عكس الساعة او فليب. كل ده احنا عملناه عن طريق وممكن نعمله عن طريق من خلال ما ادوس عليه. يعني انا ممكن اعمل مسلا روتيت للصورة دي. طبعا سكيل او روتيت احنا اتكلمنا عليهم هنا. في انا اه بعمل سكيل او بعمل روتيت بقيمة محددة زي ما وتمانين درجة مسلا. كونترول زد عشان ارجع تاني. ممكن اعملها اه فليب هوريزونتل. شايفين? الصورة لفت. او فليب فده هيكون اسرع شوية من طبعا انا ازاي اعمل اصلا فليب للصورة دي عن طريق فري ترانسفورم. قلنا بندوس كونترول تي. تمام? وسبت الريسيو. انا هنا لو ديت قيمة يعني لو دست هنا الاشوارة شايفين? بيعمل هنا في ال دابليو فليب ايه? وهنا بيعمل ايه? هوريزونتل مسلا. مش هسبت الريسيو. مش هسبت الريسيو هنا. شايفين او هوريزونتل وي بيرتكال. خلاص ما تسبتش الريسيو انت بتعمل فليب عشان اه ما يحفظه على الصورة وتلاقي نفس النتيجة في الفليبنج. فمجرد ما هتغير الاشوارة سواء هنا او هنا هيعمل لك الفليب ده في فري ترانسفورم. لو انت عايز تنفذه على طول بدون ما تخش جوا الفري ترانسفورم وتنفذ الامر على طول فبقى اعمل فليب او بيرتكال او حتى روتيت للزاوية تسعين او مية وتمانين. زي ما انت عايز. تمام? فدي اه ده امر ايه? اه ترانسفورم. هتلاقي بقى جوا نفسه في مجموعة اه برضو. زي اه اه كل الكلام ده. تعال نشوف كده اول واحد بيعمل ايه مجرد ما هدوس عليه. لو جيت احرك بتاعت الصورة شايفين هتلاقي ابتدى يعمل لك زي نقط تهريب للصورة زي ما انتو شايف كده. بسك النقط بقى بتدي حركها. طبعا الكلام ده بيغير في بيعمل زي للصورة نفسها وبيغير فيها. اه طبعا الامر ده بيستخدموا اكتر الناس الخاصة بالجرافيك ديزاينرز. احنا بمشتغلش عليه قوي. اه لكن ممكن استخدمه في اللوجو هيقال وعضة استخدامات عندنا. هنبقى نقولها اه ان شاء الله في وقتها. اه في بلما بحرك بحرك وبي سبت لان زي ما انتو شايفين كده. دا دي سورد. اه في برضو عندي برسبكتف. ان انا بعمل برسبكتف يعني ممكن احط مثلا شجرة في اللقطة بتاعتي وعيزها تتهرب. يبقى فيها نسبة تهريب شوية. هذا البرسبكتف. طبعا فكرة عموما هو ان انت بتهرب بتاعتك على او ده. فبيديك ايه? اه احساس بالمنظور. او الشكل المنظوري. واخر حاجة خالص الراب. الراب بقى بيتحكم بيقسم لي الصورة لمجموعة وقدر انا عود اشد دي زي ما انتو شايفين كده. واغير خالص في برضو شكل الصورة بتاعتي. الطريقة دي. في مجموعة متسجلة. تعالوا كده نعمل اندو. والراب على فكرة برضو موجود في الفري ترانسفور. موجود فوق اهو هنا. مجرد ما هندوس عليه. هاختار من هنا بقى فيه رابس جاهزة فيه الارك مثلا. فيه الارك لور. يعني فيه هنا حاجات جاهزة ممكن تختارها لش اشكال الرابس. عادي اعمل كده. ماشي فيه فيش اي وبتدي يتحرك النقطة دي. كل دي رابس و موجودة خاصة. او ممكن تعمل وتبتدين انت تتعدل اي نقطة بقى زي ما احنا عملنا كده كل شوية الف النقطة دي. طبعا بغير في شكل الصورة خالص. مما خلص خالص بتدرس فبيديني النتيجة اللي احنا شايفينها. ده كده ايه? بتاعته كلها. تمام? كل الحاجات دي هتفيدك عشان تقدر تعدل وتعمل وتصمم آآ اللوجو بتاعنا اللي هو الهدف من بتاعت النهاردة. طيب احنا كده خلصنا النقطة الاولى. تعالوا بقى نتكلم بالتفصيل على بكل اللي فيها. تمام? آآ وبعد كده نتكلم على امر ستروك. ايه هي الليرز? او ايه هي فكرة الليرز? آآ احنا في اخر المرة اللي فاتت اتكلمنا شوية على بدايات الليرز. وقلنا ان احنا اوتوماتيك لما بنزل صورة على ملخ اي صورة? اوتوماتيك هو بينزلها على ايه? سوري. اوتوماتيك هو بينزلها على جديدة. تمام? ولو نزلت صورة تالتة هينزلها على تالتة وهكسر. تمام? طيب. فكرة اللير ايه? فكرة اللير ان انا اقدر احرق كل عنصر في الملف بتاعي الواحدة. يعني تعالوا نزل كمان صورة مسلا. بالشكل ده. آآ فكرة اللير ان انا بقدر احرق كل عنصر لوحده. بقدر اعمل اي تعديل على اللير دي لوحدها. اتفقنا انه الفايل الفوتوشوب بيقرى الليرز من فوق لتحت. يعني دايما هتلاقي هنا ان الصورة آآ الخاصة بمبيناة هي فوق الصورة. لو انا طلعت الهورس ده فوق هيبقى هو اللي باين الاول. آآ فيه ترتيب برضو باللايرز وهنتكلم على اوامره بالتفصيل مع بعض. طيب. لو انا بقى عايز عندي ورقة بيضة خالص. انا عايز اعمل لاير جديدة. يعني مفيش عندي اي لاير فيه اللير البانجراوند. وانا عايز اعمل لاير جديدة. بعمل الكلام ده ازاي? عشان اعمل لاير جديدة بخش على لاير نيو لاير. او اختصاره شفت كنترول ان. لو انا عايز اعمل لاير جديدة فاضية. تمام? زي ما قلنا بتبقى شفافة. بخش على ايه? لاير نيو لاير. طيب. او عندي هنا في موجودة في تحت خالص. اسمها لو دست عليها برضو هيعمل لك لاير ايه جديدة. ممكن اعملها من هنا. تمام? لو عايز امسحة بدوس او من هنا لاير نيو ايه? لاير. اكي? طيب. في امر تاني عندي اسمه لاير فروم باك جراوند. لاير فروم باك جراوند. لاير فروم باك جراوند ده بيعمل ايه? لو انت لاحظت هنا هتلاقي ان لاير الباك جراوند جنبها علامة اللق. خلاص? او حتى اي صورة انت بتفتحها دايما بيبقى جنبها علامة الايه? اللق. لو جيت احرك الصورة دي. ايه اللي بيحصل? بيقول لك ان اللاير دي مقفولة. تمام? عشان اقدر احرك انا اللاير دي. تمام? بعمل امر اسمه باك جراوند. بتدوس على لاير نيو. لاير فروم باك جراوند. بقول له او كي? ايه اللي بيحصل? بيحولها للاير زيرو. يعني اقدر احرك الورقة دي ويبان لي وراها الجزء الشفاف زي ما احنا شايفين كده. دي المسطح اللي انا مسكه ده المربع لايه? الواحد بيكسلز. عشان اقدر احرك الورقة بتاعتي الاخيرة. خلاص? او يعني بعمل حاجة اسمها باك جراوند. تمام? طيب. في طريقة تانية ان انا اعمل ان انت هتدوس على طول اوتوماتيك دابل كليك على اللير هنا. ده اختصارها يعني. بدوس دابل كليك في المنطقة دي على اللير نفسها ودوس اوكي. برضو هيحولها اللير ايه? زير. بدلا ما اخش على المنيو با. تمام? طيب. تعال كده نشوف كزا تطبيق على فكرة النيو آآ دي. ممكن لها استخدام ايه تاني. طيب. تعال هنقفل دي. هنلاقي عندنا في فايل التمارين. في الفولدر الاسمه نيو اكسرسايز. آآ ان شاء الله الماتيريالز دي هتبقى متوفرة على سي دي. آآ جوه الاكاديمية. آآ وبرضو هحاول ايه ان انا اعمل لكو لينك آآ اللي حابب ينزلها زي ما انت عايز. بس يفضل ايه تاخد السي دي دي هتسكلمها ان شاء الله. من الاكاديمية. طيب. آآ انا هنزل. هفتح الصورة دي لوحدها. صورة طيار دي. زي ما احنا اتفقنا ان انا لو جيت نزلت صورة الطيار دي عليها. بينزل ايه? على جديدة. تمام? شكل ده. طيب. لو انا جيت اللاير اعدل فيها. سي مسلا انا عايز اعمل للاطراف بتاعة الصورة دي. حيث ان كأني بركب دي مع الصورة دي. احنا قلنا عشان نعمل بخش على ودي هنا مثلا تلاتة وتلاتين. وهعلم على اطراف الصورة دي. شكل ده. هلاقي الفيزر اتعمل تمام. وهخش اعمل ايه زي ما اتفقنا? عشان ما يتعملش الجوه يتعمل على الاجزاء اللي برا. فهقول له لو جيت تعمل دلوقتي زرار ديليت على الكيبورد لللاير اللي قدامنا دي. هتلاقي انه مش هيرضى يشتغل معك. هيقول لك ده معنا اي بقى? معنا ان اي صورة بتنزل على صورة تانية بتنزل على حاجة اسمها سمارت اوبجيكت والايكون بتاعتها هي الايكون دي. شايفنا? سمارت اوبجيكت. ده هو عبارة عن نوع من انواع الحماية للبيكسلز على بتاعتي لان انا بقعد اكبر وصفغر الصورة بتاعتي اكدر من مرة. تمام? فممكن اه يحصل مشكلة شوية في او يحصل مشكلة في البيكسلز دي. فدايما الفوتشوب بيحب ينزل الصور بتاعته اوتوماتيكلي على ايه? على كسمارت اوبجيكت يعني. طيب ازاي خليها هنعمل امر اللي احنا شرحناه من شوية. مجرد هتدوس هنا على الصورة بتاعتك. اه سوري مش من هنا بقى هتقول له لاير. هتقول له اوكي. اسف. اه سوري احنا مش هنعمل امر احنا هنعمل امر اسمه راسترايز لاير. راسترايز لاير. هتدوس مش كليك هتدوس هنا رايت كليك وتقول له راسترايز لاير. عشان احول يعني قادر خليه لاير. بعمل ايه? اللاير باكراوند قلنا احنا هنعملها عشان نحول اللاير دي. هدوس هنا رايت كليك لاير فم باكراوند. او دابل كليك زي ما اتفعل. لكن عشان تخلي الصورة دي تقدر تعدل فيها هنا وتقول له راسترايز لاير. خلاص? فشايفين علامة ايه اختفت معي? ما بقتش موجود. طيب انا هكدت اعمل من شوية لازم عيده? لا هخش على ايه? شايفين? جاب لي خلاص فبعد ما عملت الصورة دي هدوس على بالشكل ده واعد هدوس فهلاقي دي النتيجة اللي ظهرت لي ده. خلاص يبقى انا نزلت الصورة بتاعتي. عملت سيلاكشن حولت الايه? الصورة دي اللي راسترايز لاير بدل ما هي كانت سمارت اوبجيكت. طيب تعالوا نشوف تمرين تاني. فيه تمرين تاني برده هتلاقيه عندك. في المرة دي هتلاقيه في الفولدر اللي اسمه السندوق ده. هننزله وهفتحه في واحده. مش هحطه جوه الملف القاعدة هفتحه في ملف لوحده. طيب. تعالوا نشوف كده انا دلوقتي عايز اخد من البوكس دوت. تمام? طيب. ازاي ازاي عمل على البوكس دوت? اسهل حاجة. ان انا هختار بتاعتي بايه? بايه? طبعا احنا قلنا لو حبينا نحول اه اقدر احرك بتاعتي. عشان ما نزهر ليش الرسالة دي. قلنا بنبوز دابل كليك هنا اوكي. طيب اختار بالماتجيك وانت. بتاعتي. وقول له كده انا مختار مين? البوكس بتاعي. طيب لو انا حبيت اخد نسخة من البوكس ده. عايز اخد من بتاعي وعلى جديدة. عايز اخد منه على جديدة. فبخش على حاجة اسمها او كنترول جي. خلاص يبقى لو حبيت اخد من بتاعي ده نسخة على لاير جديدة. بدوس على ايه? او كنترول جي. طيب لو حبيت اخد يعني اخد يعني اقص الكلام اللي موجود في الاير زيرو دي. واخده على لاير جديدة. ده اسمه يعني هيقص المساحة دي ويحطها على لاير جديدة. ويسيب المكان ده فاطل. ده كات. لكن لو عايز اخد نسخة وتفضل اللير دي زي ما هي. فبقول له ايه? تعال كده نقول له بالشكل ده. ايه اللي حصل? خدت نسخة من البوكس ده على لاير جديد. انا ممكن اللير دي اصلا قط فيها. اعمل لها شو ارهايت. شايفين? فكده كاني عملت لاير جديدة للبوكس حواليها منطقة ايه? شفاف. مام? تيما انتم شايفين كده? عملت موف للاير وان دي. اهي بحرك. شايفين كأنه وراها ايه? جزء شفاف. طبعا الكلام ده ممكن استخدمه في حاجات كتير لو عندي اي عمصر حواليه ممكن ابتدي اشيل الكلام ده اوكي? حيث ان يفضلي او الشجرة بتاعتي او العربية تكون بالشكل ده. طبعا في صور كتير بتبع الانترنت بالاكستنشن آآ زي ايه مخصوصة? مخصوصة بتطلع شفافة بالشكل ده. خلاص? ده بيبقى اه بي ان جي. بي ان جي فايلز. او ممكن انت بتعمل على الانترنت بتكتب ايه? بي ان جي. آآ بي فور بان. بي ان جي. وآآ تريز مسلا. فيطلع لك اشجار بي ان جي بيبقى حواليها ايه? منطقة شفافة بحيس في حطها على طول في المشروع بتاعها. طيب آآ انا كده دلوقتي عملت السيلاكشن. واخترت البوكس بس. هنشرح كده امر. ممكن تحسه صعب شوية. لكن ليه استخدامات مهمة جدا. وهنقول استخداماته دي ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية. اوكي? آآ بالنسبة للاركيتكتر. لكن طبعا احنا هنعرف دلوقتي هو بيعمل ايه? طيب عندي في اللير ماسك فيه نوعين من الماسك. يعني هنشرح دلوقتي حاجة اسمها ايه? اللير الماسك. عندي اللير الماسك دي في منها نوعين. نوع اسمه ونوع اسمه ونوع اسمه بيعمل ايه? خلينا نركز قوي هنا هيحصل ايه عند جنب اللير وان? هدوس هنا على ايه اللي حصل? عمل لك ورقة بيضة شفافة تانية جوه اللير مش تحتها بقى لأ جنبها. وفيه لينك بينه. هو ده الماسك. طيب الماسك ده فييدته ايه? قالك الماسك دوت اللي هو باللون الابيض لو جيت بالفرشة هنا ولونت بلون عكس لون الماسك اللي هو لون ايه? اسود. انا ممكن اعكس الالوان من هنا عن طريق السهمة. وروحت ملون هنا باللون الاسود. ايه اللي بيحصل للرسمة بتاعتي? ايه ده? ده الرسمة بتتمسح. فعليا الرسمة ما تمسحتش. هي موجودة زي ما هي. لكن انا مركب عليها قناع عملت اخفاء لجزء من الصورة دي. ودي حاجة مهمة جدا. ان انا بقدر اعمل تعديل على الصورة بدون ما اثر عليها. لكن بأثر على مين? على القناع بتاعي او اللير الماسك اللي موجودة جنب اللير الاساسية بتاعتي. طب ازاي بمسح اللير دي ممكن ادوس عليها اقوله فيبتدي صورة الاصلية تظهر لي. ممكن اقول له خالص. نتسحق اصلا. فالصورة الاصلية محتفظ بيها زي ما هي. تمام? ودي حاجة مهمة جدا. وليها استخدامات معانا كتير قوي هنقول لها بعد كده. تمام? ده النوع الاول من الماسك اللي هو الماسك اللي ايه? خلاص? يبقى ليبقى ماسك لون وايت وبقدر اللون عليه باللون البلاك فاعمل ايه لاجزاء من الصورة او يعني بمسح ايه? اجزاء من الصورة. فعليا انا ما بمسحش. انا بعمل عشان الماسك بيخفي المنطقة اللي انا لو انتهى باللون الايه? البلاك. طيب نيجي للهايد اول بقى. عكس بالزبط في كل حاجة. يعني الماسك لونه ايه? مش ابيض لونه اسود. وعمل ايه? اخفالي الصورة بالكامل. برغم انها لسه موجودة في الليل. طب انا عايز اظهر اجزاء منها بلون بلون ايه? عكس لون الماسك. يعني هي اسود. هلون باللون الابيض. مجرد ما اعمل كده هلاقي ان في اجزاء من الصورة بتدت تظهر عندي بالشكل ده. طبعا لو لونتها كلها بالابيض هتلاقي ان الصورة كلها ظهرت معي. فده اسمه الايه? بالنوعين بتاعه سواء كان او ايه? خلاص. فخلينا نعرف كده استخدامه مبدئيا ان انا بقدر اعمل اه اخفاء او اظهار للصورة بتاعتي. بدون مؤثر على اللاير الاساسية بتاعتي. خلاص? ده استخدام اللاير ماسك. وهنشوفه في بعض الاوامر بعد كده في اه المحاضرة اه اللي جاية بازن الله مع فقط. طيب. تعالوا كده نتكلم اكتر عن الليرز. في عندي هنا فايل. في نيو اكسرسايز اسمه تيفي بيكتر. هنفتحه مع بعض برضو لوحده. يبقى هنخش في نيو اكسرسايز ونفتح حاجة اسمه دي تيفي بيكتر دوت بي اس دي. خلاص? طيب. ده عبارة عن ملف فوتشوف موجود عليه مجموعة كبيرة من الليرز. كل تكست او افكت انت شايفه عندك او صورة موجودة على ايه? على لاير لوحدها. يعني مسلا لو انا اخترت صورة الشاشة دي وعملت موف. هلاقي ان انا بقدر احرك الشاشة. لو اخترت الفلاور هلاقي ان انا بقدر احرك الفلاور. امام? وهكزا لكل العمص. كل حاجة موجودة هنا التكست اللي موجود. الالم. الالم اللي موجود. كل الكلام دوت بقدر ان انا ايه? احرك. طيب. احنا دلوقتي هنتكلم على ازاي بقدر اتعامل مع او الليرز او اللي موجودة عندي هنا. عندي اوامر كتيرة قوي. اه هستخدمها عشان اقدر اتعامل مع اه بعد ما اكون عملت الملف بتاعي. اول حاجة خالص هو انا بعمل سيلاكت لللايرز ازاي? انا ممكن ازاي اختار اللايرز دي? احنا قلنا طبعا الطريقة اللي احنا عارفينها ان انا ممكن ادوس كليك هنا في الليربان على اي لاير. بس الليرز دي لو عددها زاد ممكن توصل لميت لاير. الموضوع ان انا قاعد اعمل بالسكرول وادور عليها بياخد وقت كبير جدا. فمن الطرق السهلة جدا ان انت بتدوس على الابجكت بتاعك وتختار اسم اللير. هتلاقيه راح اعمل لها يعني ادوس رايت كليك هنا. ولو المنطقة اللي انت فيها دي فيها اكتر من لاير فوق بعض بيبتدي يعملك يقولك انت عايز تختار البان ولا الشادو بتاعه ولا الشاشة فزي ما انت عايز. ممكن اقوله لا اختار لي البان. فدي طريقة بدل ما ايه ما اشتغل. طبعا مهم جدا في تنظيم شهر لك ان انت وانت بتعمل تكون برضو مسميها عشان تقدر تسهل عليك موضوع ان انت تبقى عارف ان اللير دي تخص التكست ولا الشاشة ولا وهكذا. طيب. ده معناه ان انا ممكن بعد ما اعمل اللير اعمل لها ممكن ادوس هنا واسمي اللير زي ما انا عايز. او انت بتعمل لها من الاساس. ممكن بتعمل لها ايه? تختار الاسم بتاعها من هنا. طيب. احنا اتكلمنا برضو على حاجة مهمة كدا اللي هي ترتيب اللير. قلنا ان بيقرى اللير من فوق لتحت. لو انا خدت الشاشة دي وعملت لها لحد ما طلعتها فوق خالص. شايفين دارت على كل حاجة لان الشاشة هي اعلى نقطة فوق. طيب. في عندي بعض الاوامر هنا في قائمة لير امر لير ايه? او. ده بيعمل ايه? بقدر من خلاله ارتب بتاعتي. ازاي? انا دلوقتي زي ما اتفعنا اللير دي هي اخر واحدة موجودة تحت خالص. نفترض ان انا عندي مية وخمسين لير. هنهي عود اعمل دراج ليها بالماوس لحد ما تطلع فوق. تبقى اول واحدة. طبعا هيخد بالني وقت كبير اوي. وهيبقى مرهق. فعشان تطلع اللير دي تخليها هي اعلى لير فوق خالص. في خطوة واحدة بتخش على وتقول له اه فرونت. ايه هيحصل? هتبقى هي اعلى واحدة على طول. تمام? طب عايز اعلى واحدة خليها اخر واحدة. هلها عود اعمل لها دراج بالماوس برضو? قلت لأ. هتخش على ايه? ويتقول له ايه? وهتلاقي بتاعتها موجودة جنبها. يبقى بيخليها اعلى واحدة فوق. بيخليها اخر واحدة تحت. طيب يعني خليها تنزل تحت لير تلاتة بس. طب خليها تطلع فوق. طب هي ليه مقفولة? عشان هي اصلا في الطب. مفيش حاجة تطلع فوقيها. لو انا حطيتها هنا مسلا. خلاص? هتلاقي في الغالب كده كله شغال معي. الاربعة بتوعية هو. لان ممكن تطلع قدام تطلع خطوة واحدة لقدام او ترجع تحت لير تو بوحدة. لان انا ممكن انزلها تحت لير تو بوحدة. طبعا في حالة اني طلعها واحدة او انزلها واحدة مش هحتاج ان انا استخدامها من هنا. انا ممكن اعمل لها على طول بالماوس. لكن دول اكتر استخداما انت بعملهم من هنا عشان اوفر في الوقت. خلاص وخصوصا كمان لو استخدامت بتاعهم. خلاص فالا قلت له هتبقى الشاشة تحت زي ما انتم شايفين اوه. لو قلت له هتبقى فوق ما? طيب ومالقي هنا في حاجة في اسمها ومطفية. دي بتاعكس لير مكان لير. عشان اعملها لازم اخترته لير. طبعا انا ازاي بخترته لير في نفس الوقت. بدوس على الكيبورد. يعني افضل دايس عليه. ممكن اختار اكتر من لير مع بعض. وبعد ما اختارهم اقول له ايه هلاقيه بقى كلمة نورت. فيعكس لي دي مكان دي. حتى لو كانت واحدة فوق وواحدة مسلا تحت خالص هنا. مش مشكلة. برضو هتلاقي ممكن يعمل لك ايه? اليوم. ينقل دي مكان دي. طيب كل الكلام اللي انا بقوله ده مهم جدا. طبعا الموضوع الفايل لو في عدد قليلة ما فيش مشكلة ممكن اشتغل عادي بالآآ بالدراك. اوكي? ماشي? طيب. نشوف ايه تاني نتكلم فيه مع بعض. طيب احنا قلنا لو انا حبيت اختار اكتر من ممكن ادوس كنترول واضفهم وبالتالي ما اجي حركهم هيتحركوا مع بعض. طيب. هل كل مرة انا عايز اه احرك اللير دي? هقعد ادوس كنترول? مفيش حاجة تخليلي تربط لي الليرز دي ببعض بحيس ان انا لو حركت واحدة التانية تتحرك فيه. لو لاحظت هنا في التمرين ده هتلاقي هنا في حاجة اسمها الالم والضل بتاعه. بينهم كده علامة حاجة بنسميها علامة اللينك. تمام? اللينك ده هو عبارة عن ايه? انه لو انا حركت حاجة هيربطها بالتاني. ازاي? تعالوا مسلا نمسك التكست. اكي? التكست ده بيحرك مين? التكست الواحده. طيب. والفلاورز بحرك الوردة الواحدة. طيب انا عايز حرك اللي اتنين مع بعض. عشان اعمل ده باختار اللي اتنين مع بعض. بخش على لاير. واقول له حاجة اسمها لايرز. لايرز لاير لينك لايرز. او ممكن ادوس هنا ايه? لينك لايرز. مجرد ما ادوس لينك لايرز. ايه اللي حصل? لو جيت احرك اي واحدة فيهم. حتى لو انا واقف على واحدة بس. هيحرك مين معاها? التانية معاها. تمام? طب انا مش عايز كده. عايز افك اللينك. وقول له. ان لينك لايرز. ان لينك لايرز. فهيفك الايه? اللينك بتاعك. طيب. نفترض ان انا خلاص اعملت دول وعايزهم يبقوا حاجة واحدة خلاص. يبقوا هم على نفس اللير. يعني كأني دمكت الاتنين دول على نفس اللير. ده حاجة هنا اسمها ايه اللير? اسمها ميرج لاير. ميرج لاير. ناس? طبعا عشان تزعر لازم اختار الاتنين. اقول له ايه? او كنترول اي. بس خد دلك. لو انت عملت ميرج للايرز دول مش هتعرف تفصلهم تاني ابدا. هيبقوا هم الاتنين ايه? شايفين? على نفس اللير. فما تخدش القرار ده الا ما تكون انت خلاص متأكد. يعني عندي مجموعة في اللانسكيب مسلا. في ايه اوت بتاع المشروع بتاعي. وبالتالي ايه? عايزهم يبقوا حاجة واحدة. فخلاص بدمجهم. او ميرج. اكي? ميرج لاير. طيب. ايه ميرج وهو يعني ايه? يعني الليرز اللي بتاعتها جنبها منورة. يعني شايفين كل الليرز دي? جنبها علامة اللي هي بتعمل شو ارهايد للايه? للاير. شايفين انا بخي القلم والشادو بتاعه مسلا. فميرج فيزبل معناها ان كل الليرز اللي جنبها علامة دي هيدمجهم مع بعض. لو انت كل الليرز فكأنك دمكت كل الليرز دي مع بعض. يعني اقول له الليرج فيزبل كل الليرز اتحولت للاير باكراون. قد بالك انت لو عملت الموضوع دوت مش هتعرف. يعني لو اشتغلت على حاجة انا طبعا عم بعمل انضوع على طول فما بيعاش فيه مشكلة. بس انت لو عملت الكلام ده وعدت العشرين خطوة في بتاعتك هتلاقي ان الموضوع ايه? صعب ان انت تتحرك كل حاجة لوحدها. فما تعملش الخطوة دي لما تكون متأكد. انت عايز تعملها. طيب بقى ملوش دعوة هي فيزبل ولا مش فيزبل كل الليرز اللي موجودة هنا دي هيدمجها في لاير واحد. طب هو في حد هيقول لي مسلا طب يا دكتور ما دلوقتي الامر ده انا مش محتاج وانا ليه هدمجهم يعني مع بعض. هقول لك لا ساعة اتباعة وانت بتطبع الصورة دي لما بتطبعها من الفوتوشوب وهي مجموعة بالشكل ده الموضوع بياخد وقته بييه بيبقى صعب شوية وبيهنج وياخد كتير عشان كل يقعد يطبع الليرز دي كلها. فيفضل ساعة الطباعة بتعمل وتطبع الصورة بتاعتك. وعشان تضمن ان ما حصلش مشكلة للملف بتاعك اعمل لفايل بتاعك باسم تاني اكتب اه فايل برينت. فايل برينت ويعمل فيه اللي انت عايزه. فيفضل هو محتفظ بنفس الفايل ده. لانك لو بتعمل بيسايف نسخة منه على مكان تاني. واعمل فيها اللي انت عايزه. لكن ما تعملش الكلام ده على الصورة الاصلية بتاعتك. عشان يفضل الملف موجود بتاعته. عشان لو حبيت تعدل اي حاجة في بعد كده في المستقبل ينبقى ايه? تقدر بتعدل. تمام? طيب. اخر حاجة هنا هنتكلم عليها في اللايرز. امرين هنا اسموهم جروب لاير و جروب فروم لايرز. جروب لايرز و جروب فروم لايرز. امر جروب ده بيعمل ايه? لو انا دست نيو جروب وسميت الجروب ده جروب وان او جي وان مسلا ودست اوكي. هتلاقي هنا ان في زي اتعمل. شايفينه? فاضي ما جوهوش اي حاجة. انا ممكن اخد والتكست وعمل لهم وانزلهم جوه الفولدر اللي اسمه جي وان. اللي هو جروب وان. ايه اللي حصل? هتلاقي اللي بتبقى جوه الجروب اللي انا حطيته ده مترحلة عن باقية اللييرز التاني. فيه شفت كده الورقة مترحلة. واحد يقول لي انا هستفيد ايه من عمل الجروب ده? هتستفيد ان انت ممكن تعمل وماكسمايز للجروب دوت. تقدر تطفي كل الجوه الجروب وتظهره مع بعضه. بدون ما تقعد تدوس على لو هم مسلا عشرين لاير وحطيتهم جوه الجروب. لو طفيت الجروب هيطفي العشرين لاير مرة واحدة. فده بينظم الشغل بتاعك ومهم جدا في شغلنا واحنا شغالين. ليه? لان انا ممكن يبقى عندي زي ما قلت في في خمسين شجرة. تمام? وممكن يكون الخمسين شجرة دول انا مش عايز افصلهم على ايه? كل واحدة على لاير. انا عايز ادمجهم. تمام? او احركهم مع بعض بس في نفس الوقت مش عايز ان كلهم يبقوا على نفس اللير. يفضلوا كل واحدة على لاير. يعني كأني عندي خمسين لاير. متخيل ان انت هنا. العنصر واحد بس في اللاندسكيب. حاطت خمسين لاير. انت معناها بقى ان الفايل ده عشان تقع بتعمل سكرول داون واب. هياخد منك ايه? وقت كبير جدا. لكن لو عملت شايفين? بيبتدي يقلل ايه? عدد الليرز اللي موجودة هنا. عايزين? كده آآ صغرة او كبرة المساحة اللي فيها الايه? الليرز بتاعتي. تمام? عشان اختزل الليرز دي. وكمان انظم الشغل بتاعي ممكن غرف النوم مسلا الفرش بتاعها اعمل له فولدر. آآ الفرش الخاص بالريسيبشن عمل له فولدر. وكل حاجة جوه الفولدر دا هي اللي انا فرشتي بيها آآ الغرفة النوم او الريسيبشن او الحمام وهكذا. فكرتيب الشغل مهم جدا. دي ايه? عمر جروب دا بنستخدمه كتير جدا. طيب هتلاقي بقى فيه منه حالات كتير. ان هو انا مسلا لو انا دخلتهم جوه الجروب زي ما انا قلت كده. وعايز اخرجهم من الجروب. ما عمل ايه? هدوس على الجروب. هيفك الجروب خالص. هيطلعهم برا. تمام? هيمسح الجروب بالليير اللي جواه. دليل جروب. هياخد من الجروب دا كانه خد نسخة بكل الجروب. يبا كانه خدت بالجروب بكل الجواه او مسحت الجروب خالص او فكيت الجروب من هنا. فالجروب خالص اتمسح والليير زي خرجت برا بقى كلهم على نفس الخط. فكل دا تقدر تعملوا من الايه الجروب. لو انت معلم على كزا وعايز تحطهم في الجروب بامر واحد بتقول له ايه بقى هنا حاجة اسمها جروب فروم لايرز. بس لازم الاول يكون عامل على اللي عايزة ادخلها جوه الجروب. بعد المعهود اعمل لها جوه الفولدر. فده اسمه ايه? جروب فروم لايرز. هيعمل هيضفهم لكم اللي اتنين. على طول اوتوماتيك جوه الجروب بدل معه ده اعمل لو عايز اضيف واحدة او اتنين بعمل آآ جوه الجروب. زي ما انت عايز اشتغل باي طريقة. تعجبك في آآ سواء جروب او جروب فروم لايرز. تمام? طبعا اي لاير انت عايز تعمل لها برضو هتلاقي هنا في بعض الاوامر بقى او ان انت تدوس هنا زي ما انت عايز كل الايه? الاوامر دي. طيب. كده احنا اتكلمنا على الاوامر الخاصة باللايرز. آآ في هنا حاجة برضو آآ مهمة برضو في آآ بعض اللي موجودة عندي هنا. تعالوا بس من فوق الجروب ده. ندوس اي رايت لك انجروب. في هنا عندي اربع انواع من اللاق. اربع انواع من اللاق. زي مسلا حاجة اسمها لوك ترانسبيرن بيكسل لو انت لاحزت ان الفلاور دي هي موجودة فعلا على لاير لوحدها وحواليها منطقة شفافة. لو انت جيت تلون على اللاير دي. بالفرشة هتلاقي ان هو بيلون لك كامل مسطح اللاير دي. عايزين? الجزء ده. طب ايفيد انا مش عايز كده. انا عايز الون الفلاور بس. بدون الشفافة دي. فبقول له هنا حاجة اسمعي بقى لو جيت تلون. تمام? لو عملت لوك ترانسبيرن بيكسل وجيت تلون هلاقي بيلون لي في مين بس. شايفين? بيلون لي الفلاور بس. ومبيلون ليش حوالين اللي الفلاور. لاني عامل لوك للترانسبيرن بيكسل اللي موجودة هنا. خلاص فلوك ترانسبيرن بيكسل لو انت مش مشغله هتلاقي بيلون كامل الايه? الشفاف. لو عامل لوك ترانسبيرن بيكسل هتلاقي بيلون الوردة بس. اكي? طيب. فيه لوك نوع تاني اسمه لوك امتش بيكسل. ده بيعمل ايه بقى? لو جيت تلون اصلا بيقفل لك اللي ايه? اللوك. يعني بيقول لك ان اللير دي معمول لها لوك ما ينفعش تلون عليها خالص. لكن ممكن احركها. يبقى يبقى لوك امتش بيكسل? بيقفل انك تلون. بيقفل التلوين. لكن ممكن احرك. طب لوك امتش ممكن الون اللي هو اللي بعديه. لوك بيقفل ان ممكن الون عادي بالفرشة. لكن لو جيت احرك الابجيكت ده مش هير ده يحرك. لوك اول ولا اقدر احرك الصورة دي ولا لونها ولا اي حاجة. الكلام ده مهم جدا لان غصبا عنك وانت شغال في الفايل. ممكن الغلط ايضك تيجي وتعمل على لاير. انت مش عايز تعمل عليها. وتلون عليها وتكتشف ان انت عملت الغلطة دي. فطبعا ده بيكون عد عليه خطوات كتير فبيحصل لك مشكلة في الفايل بتاعك. فيفضل ان انت ايه? اللي تخلص الشغل عليها اعمل لها لك. عشان حتى لو بالغلط دي بتدوس على الفرشة وتلون. هو هيفكرك ان انت قافل التلوين عشان ما تبوصل ايه? اه الصورة بتاعتك. طيب هنكمل هنا مع بعض. بقيت الاوامر في هنا برضو حاجة اسمها بقدر من خلالها ان انا اعمل اه اخلي الصورة بتاعتي شفافة بنسبة معينة او اللير بتاعتي يعني اللي انا مختارها آآ نسبة الشفافية خمسين في المية تلاتين زي ما انت عايز دي. وفيل زي بالزبط برضو بتتحكم برضو في الشفافية خاصة بالآآ بتاعك. تمام? طيب. نشوف مع بعض احنا كده اتكلمنا عليها. تمام. في هنا عندك بعض تمام? اللي هي هنتكلم على الخاصة باللاير بلند مود. يبقى دول اسموهم ايه? اللير بلند مود. لو انا خليت الصورة دي مسلا في بلند مود ملتيبلاي. شايفين بيعمل ايه? بلند مود ملتيبلاي. ده النورمال. اللي هو ان كل حاجة بينا بنفس والالوان بتاعتها. في في البلند مود حاجة اسمها ملتيبلاي. الملتيبلاي بيخلي لك الرسمة شفافة فبتبين اللي وراها. آآ في سكرين. هتلاقيها شفافة برضو بس الالوان بقت فتحة شوية. آآ في هنا مجموعة كتيرة جدا من البلند مود زي انت ممكن تقعد تجربها وتتفرج عليها زي ما انت شايف كده قديمك. مجموعة من بتحصل على اللير بتاعتك. عايز ترجع للالوان الرئيسية بتختار نوع. الجزئية دي بنستخدمها اكتر والاستخدام بتاعها بيبان اكتر في حالة اللون الابيض والاسود يعني لو فتحت هنا الاسم ريسايكل. ريسايكل. تمام? هتلاقي الرسمة دي مسلا او الصورة دي فيها ايه? ابيض وسود. تمام? طبعا مش عارف اعدل في اللير لانها لير باك جراوند. فقلنا بنعمل ايه? دابل كليك عليها اوكي. لو خليت هنا حاجة اسمها ملتيبلاي. ملتيبلاي بيهكس اللي سود مكان لابيض. شايفين? اه طبعا اه سوري انا عشان قدر اعمل الكلام دوت. لازم انزل الصورة دي على الورقة الشفافة بتاعتي. انا معلش هنزلها تاني. بس على ورقة. ودوس اوكي. تمام. تعالى بقى نعمل هنا ملتيبلاي. صنقة واحدة معلش. خلينا او مش هتبين هنا لازم ننزلها على باك جراوند واضحة. اكتر. هفتح الصورة دي. وهنزلها عليها. مش على عشان يبين اللي احنا عايزين نقوله. فهفتح الصورة دي. وهنزل اللير دي على آآ فيها والوان عشان الكلام يبين اكتر. وهخش بقى اعمل ملتيبلاي. شايفين ايه اللي حصل في ملتيبلاي. مسح اللون الايه? الابيض. وساب ليه الاسود. عكسه سكرين. عكسه ايه? سكرين. سكرين هيسيب الايه? آآ هيسيب الابيض ويمسح الاسود. ويبين اللي وراه. فدي حاجة اسمها ايه? البلند مود. البلند مود. طبعا لما كنت بعمل ده وراه خلفية بيضة ما كانش بيدان قوي اللي هو ملتيبلاي. يعني وراه ابيض اصلا. مش باين حيك. فعشان تباين الموضوع ده. آآ هتنزله على خلفية فيها الوان زي الخلفية دي. وتبتدي تجرب بقى المودز المختلفة. هتفهم اكتر لما تكون الرسمة ابيض وسود اللي بيحصل. ايه? في ده مسلاً صوفت لايت. شايفين حاجة كده ايه? فانها كلها شفافة. بس ما خفاش الابيض بالكامل او الاسود بالكامل. هتلاقي بقى مجموعة حاجات كتيرة قوي. مختلفة. في ده مسلاً عمل ايه? سيب اه اه حول لي الاسود للابيض. والابيض اللي كان موجود شايله تماما. ده اسمه خلاصة هتبتدي تتفرج على الكلام ده هتفهم الفرق بينهم. بس لازم تكون الرسمة فيها ابيض واسود. ونزلها على خلفية فيها عشان تقدر تفهم الجزئية الخاصة سواء كان ملتيبلاي او اي موجود عندي هنا. طيب. اه ايه تاني هنتكلم عليه في بتاعتنا. تعالوا نتكلم على اه الستروك. امر ستروك. احنا هنقفل الملفات دي خلاص. نمسح دي. تمام? ستروك بيعمل ايه? انا ممكن عندي الورقة بتاعتي البيضة دي. ممكن ارسم اي سلاكشن. تمام? زي الماركي سلاكشن. وخش على امر اسمه ستروك. ستروك بيعمل ايه? بس خلينا اه ما عليش نرجع تاني الماركيه طول هنخلي الفيذر بغيره. ونرسم اللي ايه? الجزئية بتاعتي دي. تمام. يبقى لازم اتأكد وانا بعمل بالماركيه ان الفيذر بزيله. عشان ما يطلعش في اللون او فيه مشكلة. طيب هخش كده بعد كده على الامر اسمه ايه? ستروك. ايدت ستروك. ستروك يعني تحديد. انا دلوقتي عايز ارسم بيكسلز على نفس الشكل بتاع الماركيه ده. هبعمل ايدت ايه? مجرد ما بختار ستروك يقول لي انت عايز تعمل كام بيكسل على الخط ده. يعني ايه يعني بدي تخانة او بيكسلز على الايه? عالسلاكشن بتاعي. يبقى بختار عدد البيكسلز. اللون بتاعي. وحاجة مهمة جدا انا هحط الخمستاشر بيكسل دول. جوه الماركيه? ولا برا الماركيه? ولا نصهم جوه ونصهم برا. دول التلات احتمالات في اللوكيشن. الخمستاشر بيكسل دول بالكامل هيبقوا جوه الماركيه. سنتر هيبقى نصهم جوه ونصهم برا. كلهم برا. في الحالة اللي والدائمي دي انا ممكن اقول مسلا اوتسايد. وادوس اوكي. شايفين ايه اللي حصل? حطيلي الخمستاشر بيكسل. طبعا انت لو زومت قوي هتلاقي خمستاشر مربع بيكسل شايفين? برا الايه? برا الماركيه بتاعك. تمام? طب وانا ممكن قبل ما اعمل الكلام ده اعمل لاير جديدة عشان ما يعمل هليش على طبعا. وده اللي احنا عايزينه. تايما قبل ما الون او اعمل اي حاجة اعمل لاير جديدة. وسميها مسلا بتاعي. واقول له ايه? خلاص? ممكن اكبره المرة دي. خليه تلاتة وتلاتين. والجوه. شايفين انتخانة الخط هتلاقيها كبرت. خلاص كبرت عن اللي قبلها. خلاص? في اي وقت بقى مش عايز ده ممكن نطفيه من لاير بتاعته. كل بقى الحاجات اللي احنا شرحناها في اه اللاير الرينج والشوهر هايد والمرج كل ده بينطبق بقى على لاير تا. فده ميزة طبعا ان انا عملت على لاير ايه? لوحده. طيب تعالوا نتكلم على اختيار الالوان. ازاي ان انا بقدر اعمل سليكت للكالورينج. عشان اختار الالوان باجي على المربع اللون اللي موجود هنا وادوس عليه كليك. بالشكل ده. هيظهر لي هنا حاجة اسمها الكالور بيكر. الكالور بيكر بقدر من خلالها اختار اي لون بدرجاته المختلف. طب لو انا عارف بتاع اللون ده ممكن ادخل الارقام بتاعته هنا. اي لون بيبقى له كود. الاكواد دي بتبقى موجودة على النت ممكن تدخلها هنا. يوم اختار لك اللون على طول. يعني ممكن نفس ده خمسة وخمسين. تلاقي اختار لك لون تاني. طب اغير التلاتة دي الخمسة. اختار لي درجة لون تاني. طب اغيرها الواحد. اي درجة لون تاني. وهكذا. كل لون ليه كود. وليه نسبة من الار جي بي. بختارها مجرد ما بعدلها او حتى سي ام واي كي او لاب كولر او اتش اس بي. كل الكلام دوت اه بتختاره. نعم? فايل. المشكلة بتحصل عندك فين? احنا اتفعنا اه قبل كده اتكلمنا على مشكلة الار جي بي والسي ام واي كي في المحاضرة اللي فاتت. اه فقولنا هنقول ازاي نختار الالوان بطريقة مصبوطة. يعني مثلا لو انا اخترت اللون ده هتلاقي فيه هنا علامة تعجب. علامة تعجب دي مع اول ما تظهر لك على اللون. معناها ان الايه? ان اللون ده مش هينفع يطلع في الطباعة. شايفين هنا بيقولك اللون ده فائع قوي. يعني اللون ده عمرك ما هتشوفه في الطباعة. فبعمل ايه? بروح هدوس على علامة التعجب دي. بيجيب لي اقرب درجة لون ليها. بدون ما تعمل مشاكل في الطباعة وتطلع قريبة للدرجة دي. طبعا يا عمراء ما هتطلع زيها قوي. تطلع قريبة جدا لها فما لاقيش في مشكلة. يبقى اي لون الاقي عنده علامة تعجب فوق هنا. في الحالة دي ايه? بادوس على علامة التعجب. اه واختار لون ما عفوش علامة التعجب دي. طيب. نيجي للبوكس او المكعب اللي موجود تحت عندي هنا. اه بخش على اه لو قفت عليه هيقول لك يعني اللون ده ما ينفعش تعمله الصورة اللي هتبقى جواها الالوان بتاعتها. هيبقى فيه مشكلة ان اللون ده يطلع على الانترنت. تمام? فلو دست عليه يجيب لك برضو اقرب درجة. طب هنا الدرجة دي حلتلي المشكلة هنا بس عملتلي مشكلة هنا. خلاص? فحاول بقى دايما ان انا اختار درجة ما يبقاش فيها المشكلتين. وده بيبقى غالبا موجود في الالوان الهادية شوية. زي اللون ده مسلا. خلاص? ده لا فيه مشكلة في الطباعة ولا فيه مشكلة في النات. لو مش فارق معك النات خلاص. في هنا لو انت شغال على صور هتحطها على الانترنت. ممكن تقول له عشان ما تعدش بقى تغير آآ آآ كتير. بتقول له دي هي الالوان اللي مهما اخترتها درجاتها بتبقى سيف على النت آآ وسيف على الطباعة. بدل ما تعد تدوس كتير وتتعب نفسك زيادة عن اللذوق. كده 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 يعني ما بيحتاجش ايه كل الدرجات الكتير قوي دي. تمام? طيب. اه في لون انا خلاص جربته وعارف انه ما بيعمليش مشكلة في الطباعة وبيطلع معايا تمام. وعايزة سيفه بقى. عشان مش كل مرة انا مش هحفظه. فعندي هنا حاجة اسمها ايه? دي هي عبارة عن موجودة هنا. وممكن بفتحها من الايه? اه من قايمة ايه? لو هي مقفولة يعني. طيب. اه دي هي عبارة عن جموعة من الالوان متسيفة. ممكن في اي وقت اختارها. لو بعد ما اخترت اللون ده قلت له اه مسلا تعال نختار درجة مسلا اه قريبة من الكافي مسلا حاجة كده. وقول له وقول له اوكي. هلاقيها اضافت عندي على اليمين هنا تحت ايه. وهكزا ممكن تعمل انت بلتة وبضيف كل الالوان اللي انت عايز. حيث ان دي هي الالوان اللي ما بتعملش معاك مشاكل في الطباعة. فتقدر ايه? تحفظه. طيب مجرد ما بتنزل دي. اه لو انت عايز تبعتها لاي حد. تمام? بتدوس على السهم ده. اللي في وتقول له وده بيبقى فايل بتسيفه. وممكن بعد ما ما تسيفه. اه تعمل له ايه? زميلك مسلا بتبعت الالوان دي لزميلك فيعمل لها ياخد الفايل ده يعمل له عندك. وبالتالي ايه? يقدر يشتغل على نفس الالوان اللي انت شغال عليه. فالسواتشز دي زي بلتة الوان بحفظ عليها الالوان بتاعتي في صورة ملف. واقدر اتبادل الملف ده مع اي حد. او اجيب من على الانترنت بالوان معينة. حد عامل للفايل واخده واشتغل بنفس الالوان دي. اه زي ما انت عايز. اكي? طيب احنا كده اتكلمنا على اختيار الالوان. طبعا انت تقدر تختار اي لونين انت عايزهم في يعني ممكن اخلي مسلا ده احمر واعكس الهنا. واقول له خليلي ده ازرق مسلا. بالشكل ده. يبقى ان عندك لونين وتبتدي تلون بهم مسلا لو بالفورشة مسلا ده اللون الازرق. اعكس اللون. يبقى هو دايما بيلون باللون اللي فوق. الساهم ده بيعكس اللون. دايما بيلون بالفوردراوند. ده الاحمر وهكزا. عايز ارجع الالوان للاساس بتاعها بدوس على المربعين اللي جنب الساهم ده. هيرجع لي ابيض واسود تاني. اكي? يبقى كده احنا اتكلمنا على النقطة الخاصة بالكالرينج. بحيث طبعا ان انت لما تختارهم ما يحصلش اي مشكلة معاك في طيب. في ادوات تانية او طرق تانية ممكن الون بها. بعد ما بعمل احنا اخدنا المرة اللي فاتت امر اسمه وده ممكن الون بيه ايه? المنطقة اللي انا عملت لها تمام? طبعا لو انا عايز اعمل على الجزء الداخلي ده من اسرع الحاجات هي لو انا جيت هنا جوه. هلاقي اختار لي المنطقة دي. ابتدي الونها بقى. من ادوات التلوين السريعة اللي احنا هنشرحها النهاردة حاجة اسمها وحاجة اسمها مجرد ما بختارها بروح ادوس شايفين? لواني باللون الاسود. طيب هروح اختار اللون الازرق وادوس. طبعا يعني يفضل ان احنا قلنا كل حاجة اعملها اعمل لاير جديدة. واقول له اوكي. ولون. بحيس ان انا لو حبيت اغيرها او امسحها بعد كده او حتى اغير اللون بتاعها يبقى الموضوع ايه سهل شوية. فانا ممكن مسلا اختار اللون آآ آآ الورنج ده مسلا ولون بيه هنا هو. تمام? وممكن كمان ادي له فاللون ده يبقى كأنه شفاف شوية. تمام? يعني ايه شفاف? يعني لو حطيت اي صورة وراها تباني. يعني لو انا جيت حطيت مسلا ساي الصورة دي. ورا الخلفية في الارينج. شايفين بقت عاملة ازاي? ديتني ده. انا اكبرها شوية مسلا. لو هي فوق طبعا مش هيباني الشفافية اللي انا اديتها قبلها. طيب. يبقى ده اسمه الايه? والشورتكات بتاعها جي. اه سوري البينت باكت. البينت باكت والشورتكات بتاعها جي. طيب هما الايه? تول? تعالوا نمسح حتى لان ده. واعمل لايه دي ده اهو. انا سميها الباتجراوند مسلا. واعمل بتاعي. وتعالوا نشوف. هي بتتلون بمجموعة من الالوان. لو درست على هنا هتلاقي هنا في ايه? تدريجات مختلفة في عندك من الالوان. وطريقة التلوين نفسها. ليها كزا طريقة. تعالوا كده مسلا لو انا اخترت الطريقة دي. بشد بالماوس كده بدوس وكلاك. هتلاقيه عمل ايه? تدريجة من اللون. وليها اشكال كتيرة جدا. فيه بقى الشكل فيه اللي هو يديك احساس الكون. فيه السيلندر. يديك احساس السيلندر. فيه الشكل ده. فيه اشكال كتيرة جدا. ممكن تلون بالستار ده. فيه مختلفة كتيرة. احنا اكتر واحد بنستخدمه هو اول واحد. هنا ممكن تعمل بقى اكتر من لون. يعني تلاقيه بيلون لك باكتر من لون. تمام? بتقدر انت تخش في وتعمل انت يعني كأنك بتختار ايه? بس خلينا نختارها من دي مسلا. اقول له. ممكن اعمل لود لأي من على الانترنت. او اقول له من هنا. تمام? وبعد كده بدوس على ممكن بقى هنا ابتدي اعدل في التدريجة نفسها هتبتدي من فين لفين. اضيف انا لون تاني في بتاعتي. لون مسلا بيج مع لون اه مسلا اخضر. فين ابتدي تعمل تدريجة بين البيج والاخضر. اه وادوس اوكي. خلاص. اوكي. ولون بين الاخضر والبيج يعني والاورنج زي ما انت عايز. خلاص دي هي الايه? الااا paint pocket والgradient tool. تمام? طيب ااا الاريزر طول طبعا ما فيهاش اي مشكلة. لو انا عندي صورة اي صورة. مسلا. صورة العربية دي مسلا. الاريزر طول فوق والشورت كات بتاعها ايه? وجواها فيه كزا نوع من الاريزر طول. تمام? طيب. الاريزر طول عشان تشتغل معاك مزبوط وتمسح لازم اللير دي ما تكونش ااا لير باكراوند. فكل اللي بعمله بحاولها اللير زيرو وادوس اوكي. تمام? مجرد ما يجي امسح طبعا المسحة ممكن يبقى خفيف او مركز. بتاعي يعني بتحكم فيه. يعني ممكن امسح بالطريقة دي. عن طريق ان انا مختاري لايه? الفرشة الخاصة بالاريزر والاريزر بتاعها قليل. دي بتاعها عالي فهمسح شوية. فين الفرق بين هنا وهنا. فدي اول نوع من الاريزر اللي هي الاريزر طول دي. طيب. دي طول تانية هنعمل اندو. بالتارجد آآ درجة معينة من خلاص. وتبتدي تمسح هتحس انها بتمسح مين شاكين? بالرغم انها طبعا استخدمها بحرص شوية. هتلاقيها بتمسح شوية معك. اختار وهي هتمسحها. تمسح درجة الاروان الشبيهة بيها. فهتلاقيها تمسح قريب شوية. تمام? طبعا في المعقدة الموضوع بيقى صعب شوية. بس كما انا درست هنا كليك عالاخدر بيحاول يمسح كل الزرع او كل الدرجات القريبة للسامبل اللي انا اخترتها دي. طبعا احسن طريقة ان انا اعمل وامسح انا بنفسي بايه? المنطقة بتاعة السلاكش. طيب هتلاقي عندك هنا فيه دي بتوفر عليك وقت كبير اوي لانها بتدمج بين الماجيك ووند والديليت عالكيبورد. يعني ورد ما تدوس عليها دي اللي هي ايه الماجيك اريزر تول. هتدوس كليك هتلاقي بيمسح لك بتولرانس. يعني كأنك بتعمل سلاكت بالماجيك ووند وتدوس ديليت عالكيبورد بس في خطوة واحدة. فدي بتوفر طبعا وقت معاك كتير بلد. تمام? وممكن الباقي ده امسحه بقى انا بايه? بالإريزر طول العادية بقى عادة مسحة. بس? دي برضو آآ دي الانواع المختلفة لالإريزر طول. طيب. اخر حاجة بقى آآ هنشرحها النهاردة. اوامر الايه? الاوامر الخاصة باللاير ستايل بلاندينج اوبشنز. دي مهمة جدا. وهي اللي هتساعدك كتير قوي من الحاجات المهمة جدا اللي هتساعدك في تصميم اللوجو بتاعك. تمام? طيب. تعالوا نشوف هي عبارة عن ايه? وبعد كده في التمارين بتاعتنا وانا شغال معاكم ان شاء الله بالزات في من المرة الجاية هنبتدي نتكلم بقى ايه? لان احنا كده بقى عندنا كبيرة من الاوامر. فان شاء الله من المرة الجاية هنبتدي نتكلم على ايه? ازاي كل الاوامر دي ممكن نطبقها بقى بس اه كاركتكتر. طيب. لو انا مسلا جيت هنا ورسمت سيركل. وراحت ملونها ساي مسلا باللون الاخضر. عن طريق اني دست جي. اللي هي جريدينت. واعمل جديدة طبعا. وراحت ملون باللون الاخضر دي. ولغيت بتاعي. ده معنى ان انا اقدر احرك دي. عشان هي على اللير لوحدها بالشكل ده. طيب. بجيب من اين بقى اللير ستايل بلندين اوبشنز? باجي هنا ادوس على اللير واختار حاجة اسمها دي كزا حاجة. وهي هنتكلم عليها ايه مع بعض? آآ في المحاضرة دلوقتي مع بعض. تمام? طيب. هدوس على بلندينج اوبشنز. تمام? هلاقي البلندينج اوبشنز هي كلها. من ضمن الحاجات المهمة جدا هنا في البلندينج اوبشنز حاجة اسمها دروب شادو. دروب شادو. مجرد معلم عليها صح? وادوس كليك عليها هتزهر لك بتاعت الدروب شادو. نفترض ان دي مسلا شجرة في وانا الوقتي ببتدي ارمي ضل للشجرة دي شايفين? تكبر مساحة الضل. اه بتاعه وانتشاره. بتاعه. الزاوية الضل لنفسها خمسة وعربعين. هل الضل ده شفاف ولا لا? بستي شايفين? كل الكلام دوت. ابعده شوية بتاعه. بالشكل ده. ممكن نخليه فيه يعني يبقى من كده. من الكواليتي. في اشكال ضلة او للضلة متسجلة هنا كزا واحد بس طبعا دي مش هتديك النتيجة اللي احنا بنشتغل بيه احنا زاوية معينة. في اه اوبشن تاني اه اسمه هو هو بالزبط بس بيرمي تضل فين? جوه الابجيكت. يبقى بيرمي تضل ليد داخل مش للخارج. ده اسمه ايه? تمام? ممكن تعطي تجربة الايه? تمام. في عندي آآ بيعمل تحديد. احنا لسه واخدينه من شوية. موجود كبلاننج اوبشن جوه الستايل. ان انا ممكن بتاع اللير يعمله لي يبدده يحدده واشوف انا عايزه ولا في اللون نفسه بتاعه هيكون ايه? ممكن اخطر اي لون زي ما انت عايز. سمام? طيب هل ينفع عامل اكتر من نفس اللير ينفع? مجرد ما عامل وادوز اوكي? هتلاقي دايما تحت اللير بتاعها موجود. وممكن اطفيه يعني ممكن مسلا انا وروط فيه اقول له انا عايز بس اطفيني مسلا. شايفين? فكده كأني طفيته مؤقتا. ما مساحتوش. لو حبيتها مساحه ممكن اعمله دراج وارميه في الباسكت هنا هيتمسح. تمام? هعمل اندو. ممكن اطفي كلها اللي على اللير من هنا. ان واف برضو. بالشكل ده. تمام? ممكن برضو ال اه لو انا عامل هنا على جديدة. ولو انتهى بنفس اللون هنا. ممكن اخد من اللي موجودة هنا للكالر واحطها على اللير دي. يعني اخد من ده واحطه هنا. لو اعمله ازاي? بادوس هنا. حاجة اسمها واقف على اللير التانية. بادوس رايت كليك. بيست لاير ستايل. شايفين? نقلني كل اللي كانت على اللير كالر لللاير وان. نفس كل حاجة. عن طريق ايه? رايت كليك. تابي لاير ستايل. واقف على اللير التانية. رايت كليك. بيست لاير ستايل. طيب. تعالوا نرجع لموضوع اللير بتاعتنا. طبعا لو لو دوست هنا برضو دابل كليك. هيدخلني في اللير ستايل بلينينج اوبشن. طيب. تعالوا نشوف حاجات تانية. زي مسلا. انا ممكن احط تدريجة من لون على اللي ايه? على بتاعي. ولسه متكلمين على من شوية. ممكن احط لون. لون فوق اللير. اوكي? وبعد ما احط اللون ده ممكن ادي اوباستي. فكده كاني دمكت الاخضر مع الاحمر اديني اللون الاورنج شوية. تمام? ده اللي هو اللي ايه الكالر اوفر لاي. في برضو حاجة اسمها باترن اوفر لاي. باترن اوفر لاي ده بحط ايه صورة? اه بحط صورة فوق الابجكت بتاعي شايفين? تمام? اه ان شاء الله المرة جاية هنتكلم بالتفصيل على اه الباترن اه اوفر لاي. وهنتكلم على اه طرق تانية ازاي اقدر اعمل ارضيات وماتيريالز على الابجكت بتاعتي. تمام? بس الباترن اوفر لاي اقدر احط من خلال هالكلام ده. طيب. وطبعا ممكن اتحكم في بتاعه اكبر الاسكيل الاقل للسكيل. اخليه شفاف شوية اوباستي زي ما انا عايز. ده اللي هو الباترن اوفر لاي. فيه برضو اه البافل امبس. البافل امبس ده كأنه بيدي احساس الـ شوية. اه للابجكت بتاعك يعني بفه مجرد ما زود الـ والسايز بتاعه شايفين? هو اعمله صوفت شوية. هتلاقي ايه? كأن الشكل ده بارز لايه? لفوق. وده بتاعه. كأن الشكل ده غاطس لجوه. فالبافل والامبس بيدي الاحساس ايه? البارس والغاطس او بيدي زي احساس دي للعنصر او اللي انا ايه بشتغل عليه. تمام? ممكن ادي له كمان في انا حاجة اسمها كنتور. هبتدي ازود في قيمة الكنتور دي فهتشوف ان الشكل دي بيتغير شوية من هنا. ممكن اضيف على يعني ممكن ما اعملش خالص. تمام? واضيف ايه? نقلل الده بسعاد دي او ازود ده. وكأني بعمل مسلا كنتور او آآ اديت احساس الملمس بتاع الزرع على بتاعي. كل الكلام ده ايه? ممكن استخدمه. فيديني اللي احنا شايفينا قدام دي بقى دي باضيف صورة طبعا. وهنعرف بعد كده ازاي انا احط الصور او اضيف الصور دي هنا. شايفين اخدت بتاع الصورة وحطيته هنا. اداني الاحساس ده. الملمس ده. كل الكلام ده مهم جدا ان احنا نعرف. طيب كده فضل لنا حاجتين. آآ في برضو حاجة اسمها الساتن. ده برضو لها افكت معين بتريمي على بتاعك. ولي اشكال برضو كنتورية مختلفة. تمام شايفين بيرمي برضو هنا آآ افكت خفيف خالص. بتدي اعدل في الديستنس والسايز بتاعي والزاوية. شايفين بيردي افكت اللي ايه? آآ ان هنا كان في منطقة غمقة شوية وحواليها ممطقة فتحة. يعني بتبتدي تلعب في الافكت ده. فيدي لك ايه? ده ان الاحساس ده برضو ايه? آآ الشكل ده اصبح ايه مجسم يعني يرامض ايه? آآ ضل على نفسه وهكذا. خلاص ده اللي هو الساتن. آخر تو اوبشنز هنشرحهم اللي هي الانر بلوو والاوتر بلوو. انا هعمل ورقة جديدة. مرة اختارها في الانترناشنال بيبر اي فور. ادفو اوكي? تمام. هلون مسلا آآ الخلفية بتاعتي باللون الازرع. وهعمل اللير جديدة. وهلونها باللون الماجنتا شوية الموف. وهرسم هنا. وهلون بالماجيك بالجردين تول. هيكينا ملون على اللير لوحدها والباكراوند لو انتهى بالازر. وهروح هنا على لاير وان. وهدوس. وتعالوا ان نشوف حاجة اسمها الاوتر بلو. مجرد ما تختار الاوتر بلو. وتبتدي تزود في السبريد والسايز بتاعه. شايفين ابتدى يديك كأن فيه موجود او زي كده. كأن فيه موجود حوالين اللي ايه? بتاعك. طبعا لون ده بتختاره عايز فيه نايز ولا مش عايز نايز. الشفافية بتاعت عايزه عالي قوي ولا خفيف. آآ فيه اشكال لضل اشكال مختلفة ممكن تتريمي. بتديك كل ده ممكن يستخدم في اللوجو لو انت عايز بتخلي اللوجو بتاعك يبقى حوالي معين زي ما احنا شايفين جد. اوكي? ده اللي هو الانر جلو. طيب. الاوتر جلو. آآ آآ الانر جلو بقى ندخي الاوتر. بيرمي الضل ايه زي ما قلنا للداخل. تمام? آسف. سوري ده الانر شادو. هندخي الاوتر جلو اهو. تمام? هبتدي آآ آآ ازود بتاعي واللي تشوك. شايفين المرة دي بقى ايه? بيرمي برضو اضاءة عالجسم بس الجوه مش للبرة. تمام? ممكن اقول له خليلي مش عال مش عالحواف خلهولي في السنتر مسلا فييرمي ليه الضل كده على الابجيكت من الجوه. عايز تغير لون الضل نفسه في الوان مسلا تختارها غمقة فتحة زي ما انت عايز. عايز تعمل نايز داخلي في بتاعك كل الكلام دوت ممكن تعمل. طيب احنا كده خلصنا الجزئية الخاصة بالبلندينج اوبشنز. آآ وكده بنكون آآ هنا الاوامر آآ المختلفة بتاعنا. تمام? طيب. هتلاقي عندك هنا افكار مختلفة في الفولدر الماتيريالز بتاعنا. اللوجو. هتلاقي هنا مسلا آآ آآ ده التمبين اللي مطلوب منك. ان انت هتصمم لوجو. هيكون لوجو لآآ بتاعتك. للشركة بتاعتك. علشان ده هيتحط بعد كده في زي ما احنا قولا شوفنا. عايزك هتصمم اي لوجو. دي افكار مختلفة لمجموعة من اللوجوز المختلفة. انت بتبتدي آآ تختارها. وتعمل بتاعها. آآ احنا مسلا النهاردة آآ عشان اساعدك شوية هخليك هنشرح الخطوات الخاصة بالايه? بتصميم اللوجو الخاص بشعار بيم دابليو. مسلا تعالوا نفكر مع بعض كل الاوامر اللي استخدمناها دي ازاي ممكن نصمم بيها آآ اللوجو بتاعنا. آآ تعالوا كده نشوف مع بعض. انا هعمل فايل نيو. وهدوس اوكي. وهاجي افتح الشعار الخاص ببي ام دابليو. طبعا في هنا مجموعة مختلفة من الشعارات. مسلا زي شعار بيبسي. آآ انا بس هتكلم معاكم النهاردة على ازاي ممكن بالاوامر اللي احنا اخدناها كلها نصمم شعار بيم دابلي. وهو ايه خطوات تصميمه. آآ طبعا في شعار بيبسي برضو لي خطوات تانية واوامر تانية. آآ انا بس هعمل لكم الشعار الخاص بتاع بيم دابلي. انا كده عملت صورة جديدة. ملف جديد. وجنبه آآ الشعار الاساسي اللي انا عايز اقلده. اشوف ايه الخطوات اللي اعملها عشان ارسم نفس الشعار ده. طيب. عشان نازل الملفين جنب بعض ويبقوا واضحين قدامي. بعمل هنا في قائمة ويندو الرينج. حاجة اسمها الرينج. واقول له مثلا آآ تو اوب فورتيكل. تو اوب فورتيكل. هروح ارسم. هعمل خط وخط هوريتونتل. من الرولر. يبقى او انا واقف على المفطول قولنا ما بشد من الرولر بعمل دراج بيعمل لي ايه? بتاعتي. طيب. انا دلوقتي عايز ارسم الاول ايه? سيركل. عايز ارسم سيركل لونها بلاك. هعمل الكلام ده ازاي? هختار الالبتك الماركي طول. تمام? وهبتدي ان انا ايه? ارسم الدايرة بتاعتي. طيب. ازاي بضمن ان انا وانا بعمل تبقى في السنتر بتاع تقاطع الاثنين جايدلاين. عشان تعمل الكلام دوت بتروح تقف. عالتقاطع. وتدوز زرار الت وشافت. مع بعض. وترسم السيركل بتاعتك. يبقى انا هنا عملت الكلام ده ازاي? عن طريق ان انا دوست زرار الت وشافت. وانا موقف على الانترسكشن. يبقى افضل دايس على الت وشافت. تمام. بعد كده هعمل لاير جديدة. وهلون عليها باللون الاسود. الايه? الشعر بتاعي. طيب. لحل. تمام? ممكن اعمل كونتراكت السيليكشن. وايه? ولون باللون لابيض. يعني ممكن هو هنا اقوم ايه لعلى موديفاي. سيليكت موديفاي. طبعا في كزا طريقة. الكونتراكت. الكونتراكت بتاعي تعال نجرب مسلا تلاتة وتلاتين بيكسل. دوس اوكي. واقول له انا هلون المسطح ده باللون لابيض. فكده اداني مساحة سودة ومساحة بيت. طب هل في امر كنت ممكن اعمله يعمل لي التحديد ده مرة واحدة? اه. ممكن كنت اعمل مسلا ايه? امر. ستروك. ستروك. يعمل لي نفس الموضوع ده في خطوة واحدة. طي. انا عايز اعمل كونتراكت للداخل تاني. هقول له سيليكت موديفاي كونتراكت. دي كالتلاتة وتلاتين. تقريبا دي ضعف دي تقريبا. فخلينا نقول مسلا انها ستين مسلا. كونتراكت ستين لجوه. ولون باللون الايه? الاسود. هقلب اللون كده وبالجريدينت هلون بالاسود. تمام? طيب. عايز اعمل كونتراكت الجوه تاني بس بمساحة كبيرة. في الحالة دي بقى ما ينفعش اعمل كونتراكت. لو عملت كونتراكت لمساحة يعني اكتر من مية الشكل نفسه ما بيبقاش تمام? يعني النعومة دي مش هتلاقيها هتلاقي الشكل بتاعته متكسرة. فيفضل هنا ان انا اعمل نفس الطريقة اللي رسمت بيها من شوية. ان انا ادوس وارسم جوه بالشكل ده. ولونها باللون الايه? تمام? طيب بعد كده اعمل كونتراكت سلكت موضيفاي كونتراكت. بقيمة اتنين وعشرين مساحة. او. ستين زي او اقل اللي خليها اربعة واربعين مسلا. تمام? طيب. انا دلوقتي عايز الاون بنفس اللون البلو ده. بس عايز اشيل ربع دايرة من هنا وربع دايرة من هنا. هعمل ده ازاي? عن طريق الريكتانجلر ماركي. هختار من هنا حاجة اسمها. وهشيل الربع الدايرة دي. وربع الدايرة دي. يبقى كده انا كأني مختار الربع الدايرة اللي ايه? اللي على الشمال فوق. اللي على اليمين تحت. واقوم اختار نفس. طب انا عايز نفس الدرجة دي. عندي هنا فيه اسمها الائدروبر تول. ممكن اختار منها نفس الدرجة دي. فهتنزلي هنا في. عن طريق حيا اسمها الايه الائدروبر تول. وادوس ولون الاتنين دون مع بعض. طبعا اه وانا شغالت يعني ايه? كنت ممكن كل حاجة لونها تكون على وده افضل. عشان لو حبيت اعدل بعد كده. خلاص. كده انا خلصت شكل الشعار بتاع بي ام دابليو. ده مجرد عبارة عن تاكست انت بتكتبه. واختار التول تاكست ودي تشرحة المرة اللي فاتت. ببتدي اختارها واختار اللون بتاكست من هنا. انا عايز لون وايت. واكتب حرفي بي. عايز اكبر الفونت بتاعي شوية زي ما انا عايز. وابتدي اعمل كنترول تي للتكست بتاعي بالشكل ده. عايز اغير الفونت نفسه زي ما انت عايز. بتلاقي هنا انواع كتيرة من الفونت بقى ممكن تختار النوع اللي انت شايفه مناسب شوية ليك. طبعا ده اكيد تكتب بفونت محدد. انت بتبتدي تختار الفونت بتاعك وتحط البي والام والدابليو. عشان تبقى انت كده اا عملت الخطوات اه الخاصة بالشعار بي ام دابي. طبعا كل شعار وليه اوامر اا مهم جدا ان انت تبتدي تفكر بقى وتشغل دماغك. كل الاوامر اللي احنا تشرحناها في دي والا 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 السابقة. اا تجمعهم مع بعض وتبتدي تا تستخدم بقى الكلام ده وتصمم الشعار الخاص بي. اا وده هيكون اللي هو بتاعنا ان انت تبتدي تصمم شعاره عشان الشعار ده هيتحط بعد كده على البوستر بتاعنا. اا بكده نكون خلصنا المحاضرة بتاعتنا. اا شكرا ليك في الاشترافة.